أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن رمز كبير من رموز الوطنية العراقية ذلك هو عبد المحسن السعدون الذي ربما نسي أبناء هذا الجيل دوره في تأسيس العراق الحديث وباتوا يمرون بتمثاله في ساحة التحرير وهم لا يقدرون أهمية صاحب هذا التمثال ودوره الوطني المشرف وهو يستحق على أي حال أن نذكره بخير لما قام به من أعمال مهمة أدت إلى تكوين الدولة العراقية عبد المحسن السعدون شخصية مهمة فعلا بكل المقاييس ولد في العراق في أرض آبائه وأجداده في عام 1879 من أسرة معروفة تماما من أعرق الأسر العراقية وهم أسرة آل السعدون أمراء المنتفق في العصر العثماني وكان آبائه شيوخ لاتحاد قبائل المنتفق لبضعة قرون وهو اختار طريقا آخر درس في مدرسة العشائر في اسطنبول وتثقف ثقافة حديثة وأختير ليكون مرافقا للسلطان عبد الحميد وأتقن التركية إتقانه للعربية وأختير ليتولى مناصب مهمة في العراق عند تأسيسه في السنين الأولى من تأسيسه تولى أربعة وزارات متتالية ونجح في هذه الوزارات في تأسيس اللبنات الأولى للدولة العراقية أعماله تتمثل بالقيام بعمل متصل سياسي ودبلوماسي من أجل تخفيف الأعباء التي خرج بها العراق من بعد الحرب العالمية الأولى كان العراق مكبلا بعديد من الاتفاقات بعضها من العهد العثماني وبعضها بعد الاحتلال البريطاني حاول أن يخفف من هذه الأعباء وأن يتخلص العراق من بعض الامتيازات والمعاهدات الجائرة التي كانت تكبل حركته وعمل على تأسيس المؤسسات الأولى في العراق وجاهد من أجل أن يكون للعراق مؤسساته الرصينة والمهمة التي يمكن أن تقود مسيرته كان رجل مؤسسات اهتم بهذه الأمور اهتماما جما وقام بأعمال متنوعة لا يكفي الوقت للإشارة إليها يكفي أنه عمل على استعادة العراق حقوقه في قضية في ميناء البصرة في السكك الحديد كانت هذه كلها قد تحولت إلى ملكية لقوات الاحتلال بحكم احتلالهم للعراق قوات الاحتلال البريطاني فعمل على أن يسترد العراق حقوقه هذه يسترد سيادته على ميناء البصرة على السكك الحديد على العديد من المنشآت التي انتقلت إلى قبضة القوات المحتلة الأعمال التي قام بها حقيقة كثيرة ومتنوعة وربما كان من أهمها تأكيده على إبقاء ولاية الموصل جزءا من العراق وعمل خاصة بعد أن دخل العراق وبجهوده وجهود نفر من الوطنيين من أمثاله أن يدخل العراق عصبة الأمم بل وأصبح من الأعضاء المهمين في هذه العصبة منذ تأسيسها يعني العصبة كانت في بدايات تأسيسها كان هو من الأعضاء المؤسسين ثم وكان هذا يستلزم أشياء مختلفة يعني منها أن تكون للعراق حدود واضحة مع كل جيرانه فعمل على هذا وأن يكون من شروط العضوية أن يستوفي العراق سيادته على أراضيه هذه الأعمال الحقيقة اطلع بها ونجح في تحقيق أكثرها خلال مدة قصيرة شغلت أربع وزارات متتالية كان الرجل وطني بامتياز كما يقال ولم يؤحد عليه يعني أي خور أو ضعف في هذا ولكن الرجل أدرك وهذا أيضا من يعني من ذكائه السياسي أدرك أن الإرادة الوطنية وصلت إلى الحد الذي بدأت تتناقض تماما مع الإرادة الاحتلال وأدرك وفي وقت مبكر أن التوفيق بين الإرادتين الوطنية وإرادة الاحتلال بات صعبا بل ربما وصل هذا إلى طريق مزدود وعانى ما عانى من أجل أن يتجاوز العراق هذا الطريق المزدود وأن يمضي في طريق التقدم وبناء المؤسسات وتأكيد الاستقلال ونحو ذلك ولكن كان الأمر صعبا فعلا وأدى هذا إلى أن يضيق بمآل إليه الحال السياسي والوطني ولم تكن الحركة الوطنية في تلك الفترة قوية لتؤدي دورها في هذا وبدأ يحس باليأس ربما أو بشيء من الإحباط وزاد من ألمه أنه كما قيل أن أحدهم اتهمه بالخيانة أو ما يشبه ذلك ورأى في ذلك شيء مثيرا للألم وهو الذي قضى وقته كله في العمل الوطني من أجل استقلال العراق من أجل تأكيد سيادته أن يتهم بهذا الاتهام الظاهلم فأنهى حياته بأن انتحر وبعد أن كتب رسالة مؤلمة يعني بث فيها ألمه إلى ابنه الكبير علي وشيع بإجلال وتقدير إلى مثواه الأخير في مقورة جامع الشيخ عبدالقادر القيلالي هذه هي ملخص يعني حكاية ملخصة عن سيرة عبدالمحسن السعدون بقي أن نتكلم عن الجزء الذي الغير معروف هذا هو المعروف في سيرتي أما غير المعروف فهناك يعني شكوك حقيقية حول مصرعه هل الرجل مات منتحرا فعلا أم أنه اغتيل وأخفي أمر اغتياله قيل أن الرجل كان محبطا فعلا نتيجة أنه وصل إلى الطريق المزدود لم يعد يستطيع التوفيق بين إرادة المحتل وإرادة شعبه والإرادة الوطنية وقرر أن ينهي حياته برصاصتين وقيل أن كلمة جارحة من أحد النواب ألمته إلى الحد الذي ذهب إلى بيته وانتحر في غرفته لكن هذه حقيقة أسباب غير مقنعة تماما لأن الرجل قد اعتاد على هذه المناكفات التي تجري في الفرلمان هو نفسه كان عضوا في مجلس المبعوثان العثماني ممثلا لبعض الولايات العراقية يعني هو عانى الحياة الفرلمانية بما يحدث فيها أحيانا من مجادلات ومناكفات وألفاظ هذا أمر طبيعي لم يكن غريبا على هذا الجول يتفاجأ بكلمة واحدة تزعجه فينهي حياته منتحرا ثم أن الرجل كان متدينا يعني كان متدينا تماما ولم يعحد فيه أي شيء يخالف هذا التدين فمن الصعب جدا أن نتصور أنه ينتحر وهو يعلم أن الانتحار يعني جريمة بكل المقاييس الدينية والأخلاقية لمجرد أنه انزعج من كلمة قالها نائب وما أكثر ما يقال في هذه المجالس من كلمات جارحة بحكم العمل ثم أنه يعني كانت له تجربة واسعة في شؤون الحكم يعني يعرف أن من يتولى السلطة يتعرض للنقد الأسباب حقيقة التي يعني تبرر هذا الفعل لم تكن مقنعة إطلاقا قيل وحاول البعض أن يضخم من بعض المشاكل الشخصية العائلية لكن هذا كله لم يكن كافيا إطلاقا لإقناع أحد بأنه ينهي حياته بهذا الأسلوب ثم أن هناك أشياء مريبة في مصرعه في مصرعه الرجل كما قيل انتحر برصاصتين في رأسه وهذا محال وأي طبيب يعرف تماما أنه في الطلقة الأولى يكون قد توفي وبالتالي لا يمكن أن يطلق طلقة أخرى على رأسه ليس هناك تقرير طبي إطلاقا لمصرعه لو كان أي شخصا مهما صغرت مهنته وعمله إلا كان يحال إلى الطب العدلي ويكون هناك تقرير أما أن رئيس وزراء يصرع ولا يكون ثمة تقرير ولا دخل للطب العدلي هذا أمر مريب فعلا لم يحدث وكلما في الأمر أنه اكتوفي بتوقيع الوزراء الذين توافدوا على بيته وبيته يقع في منطقة السعدون قريبا من فندق بغداد على النهر على الشط من فندق بغداد اليوم توافد الوزراء على عجل وقد تناهى إليهم مصرعه وكل سجل أنه رأى فخامة السيد الرئيس الوزراء وهو مضرج بدمه إلى غير ذلك هذه شهادة على الحادثة وليس تقريرا ولا يغني عن التقرير العدلي أو الشرعي الذي يفترض أنه يتولاه أطباء ثم يعني أشياء أخرى مريبة ابنه علي لم يعتقد للحظة واحدة أن أبوه نباه يعني انتحر وكان يصرح بأنه سيطالب الحكومة البريطانية بدم أبيه ثم إذا به ينتحر مرة ينتحر يعني شيء غريب بعد أن كان قد أنهى مناقشته للدكتوراه وكان ينتظر أخته لتصل إلى المدينة التي جرت فيها هذه المناقشة يعني وإذا بها تصل إليه جتة هابي وقيل أنه انتحر ثم ابنته نفسها توفيت في حادثة غامضة في السيارة حادث سيارة يعني شيء مريب فعلا أن ابنه وابنته أيضا توفية وقيل أنهما انتحرى في ظروف لا يمكن أن تكون ظروف انتحر يعني شاب يحتفل بنيله الدكتوراه وينتظر أخته لتصل في القطار إلى مدينته ثم ينتحر وأما ابنته أيضا تتوفى بظرف غامض تماما هذه كلها أشياء تلفت النظر ثم الدليل الذي استند إليه القائلون بالانتحار أنه كتب رسالته إلى ابنه علي يقول فيها أنه يعني شعر باليأس وأنه قرر أن ينهي حياته إلى غير ذلك لكن لم يقارن أحد هذه الرسالة بخطه في الوثائق الرسمية الكثيرة مضاهات الخطوط لا نعرف أين هي الرسالة لا ندري كان هناك صحف مصري موجود في بغداد صور الرسالة ونشرتها المجلة ومجلة كانت أسبوعية أو شهرية نشرتها بالزينكوغراف لكن لم يقارن أحد هذه الرسالة حتى وهي بالزينكوغراف مع نماذج أخرى من خطه ليتيقن من أن هذا الخط هو خطه واعتمدت هذه الرسالة كدليل على وطنيته وعلى أنه انتحر يعني لكن هذا لم يكن كافيا المسدس الذي قيل أنه انتحر به اختفى وكل ما يحيط بهذه الحادثة الجلل اختفى وبالتالي ظل الناس يعني يرددون أنه انتحر لا يعرف أحد بالضبط كيف انتحر إذا نأتي إلى وجه الدقة الرواية الشائعة والتي روج لها أنه انتحر ضرب رأسه بالرصاص بطلقتين وهذا قلنا أنه محال هناك روايات أخرى ضرب صدره يعني روايات مختلفة لا يمكن أن تتعدد الروايات في قضية واحدة على هذا النحو هو أما انتحر هكذا أو هكذا لكن تعدد الروايات يتضح منها أنه لم يتعرض إلى أي معرفة طبية أو تقرير طبي من أي نوع ترك الأمر لبعض الصحفيين كل صحيفة كتب شيئا من مراسلها مع أن الرجل يعني نقل شيع ودفن ولم يتعرض إلى ما كان ينبغي أن يكون من قبل لجان طبية أو من قبل الطب العلي هناك أشياء حقيقة غامضة في مصرعه ولذلك نحن يعني لا نجزم ولكن نقول أن الأمر يحتاج إلى فتح هذه الملفة من جديد مقتل أول رئيس للوزراء في العراق كان أمرا مثيرا للأسئلة في الأقل ويحتاج من المؤرقين إلى حسم هذه المسألة مصرعه كان مفاجئا يعني الملك فيصل أول حينما ذهب لي شيعة يقول أنه كان يبكي ويقول فقدتك يا محسن وفقدك العراق وخسرك الوطن كان أمرا مفاجئا إلى حد كبير هذا ما وددناه أن نشير إليه في حديثنا عن هذا الرمز الوطني الكبير عبد المحسن السعدون كلما فعلته الحكومة العراقية أنها سمت شارع البتاويين بشارع السعدون وما زال اسم الشارع على حاله ثم تنادى المعجبون بسيرته والمقدرون لفضله لإقامة تمثال له وقد أقيم وكتب عليه اسمه ورغم تبدل العهود إلا أن التمثال ظل قائما في مكانه إلى أن أودت به حوادث الفوضى في عام 2003 ثم أعيد نصب نموذج مطابق له فيما بعد وما زال عبد المحسن السعدون يبقى إذن موضع تقدير لدوره في الحركة الوطنية لدوره في تأسيس المؤسسات العراقية في دوره في تخليص العراق من المعاهدات الجائرة في استرداد العراق لسيادته على ملكياته التي كانت قد انتقلت إلى يد الفاتح كما كان يقال إلى يد قوات الاحتلال لا يبقى لنا إلا أن نترحم على هذا الرمز الوطني وإلى حديث آخر إن شاء الله في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة